بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرف الموثلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة بنشرح الجزء الثالث من شابتر 5 اكسرسايزز وهيشمل اكسرسايز 5-8, 5-9, 5-10 وهو تمرين ان شاء الله بسيط وسهل وفيه اضافة لمعلومات حضراتكم بداية عن كده في الاكسرسايز 5-8 اللي عنوانه using the from object snap فمطلوب مني ان انا ابتدي ملف رسم جديد بتمبلت زي ما احنا شايفين كده اكاد اا دي دابيو تي بعد ما فتحته اا طبعا بعمل زوم اكستيند او زوم اول ايهما بحيث ان انا اظهر بتاعة اللوحة بتاعتي بقى اعمل لمربع اا ابتدي طبعا من اي نقطة ما فيش اي مشكلة خالص اا والشغل على اا القرسو التعامد او الربولر تراك تراكينج مسلا في الاتجاه ده عايز اا اتنين في الاتجاه ده اا نعمل اتنين بس يكون طبعا عند زوية تسعين هو سكوير اا تو باي تو اتنين وكلوز خطوة اللي بعد كده عايزين نقفل كل دولينج تولز بوتونس اللي موجودة فيه زي ما انا بعمل كده والخطوة اللي بعد كده ان انا اشغل من الوبجيكت سناب سيتنج افتح هنا كده واشغل من الوبجيكت سناب سيتنجز اشغل فيها اند بوينت اخليها اقون اند بوينت اقول اوكي الخطوة اللي بعد كده عايز ارسم ايه بس طبعا في الوبجيكت سناب اا لازم اتأكد ان هو اند بوينت بس اا خلاف ذلك هممكن يعمل لنا مشكلة اهو كان مفترض ان انا اشغل اند بوينت فقط اا وفعلها طبعا من هنا والخطوة اللي بعد كده اقول له عايز ارسم لان هو المطلوب مني او المطلوب ان احنا اا طبعا انا عمل زوم بالسكرول اا مطلوب مني ان انا ارسم اربع دواير او خمس دواير في النهاية وخط بيوازي الخط ده ويبعد عنه مسافة محددة او يكون بدايته على امتداد الخط ده نهايته على امتداد الخط ده نمشي واحدة واحدة كده نرسم الاربع دواير هقول له السيركل فبيقول لي اا منين هقول له سناب فروم اا بقولها ازاي دي شفت رايت كليك هقول له فروم اا يقول لي فروم ايه يعني حدد لي فروم بيز بوينت هقول له نهاية النقطة دي وابتدي احدد له المسافة اللي يتحركها عشان يحدد السنتر اللي هي اا النقطة اا او بوينت فايف كومة او بوينت فايف اوكي اا الريدياس كام اا او بوينت تونتي فايف 25 من مين نفس الكلام هعمله اا مع انا الثلاث التواير الاخرى اقرر نفس الكلام مع مراعاة ان من البيز بوينت القيم هتختلف على حسب هنا ماشي كام اكس وكام واي يعني بوزيتف ولا ناجتف اا مطلوب مني دلوقتي ان انا اعمل اا تلاتة سيركلز كمان وبرضو بيبعدوا نص ونص في اتجاه اا اكس واي من الاركان بتاعة السكوير هقول له اعيز سيركل يقول اللي اا حدد لي سنتر بوينت هقول له يقول لي ممكن تحدد لي نهاية دي يقول لي ادي ايه هقول له او او اخين ال questions هي ايه اقول له اا اا اات مينينس اذو بوينت فايف كومة بوينت فايف بعد كده الريدياس كام اهو انا نفس الريدياس اهو او بوينت فايف ارسمها بعد كده ارسمها مرة تالتة بيقول لي فين اقول له shift ارائت كليك فروم النهاية دي وااجي اقول له at x هنا كام x minus 0.5 و y minus 0.5 يعني مينس ومينس ال x وال y دي مهمة جدا لان دي ممكن تكون مصدر خطأ بالنسبة لحضراتكم ال radius كام 25 من مية نفس الكلام shift مع right click اقول له from النهاية دي يقول لي كام الافست اقول له shift shift x نص و y كام مينس نص اوكي ال radius كام 25 من مية كده رسمت الايه الاربع دولة بكده انا انتهيت من exercise 5 8 ما نساش طبعا ان انا سيفه باسم جديد اقول له save يقول لي هتسميه ايه اقول له سميه chapter 05 underscore exercise 8 و اطمن ان انا احطه في الفولدر اي فولدر انا هتسيف عليه زي ما قلنا على desktop اقول له save كده اخزين لي الملف بتاعي وبكده انتهينا من exercise 5 8 دلوقتي نبتدي الاكسرسايز التاني وهو ان انا عايز اعمل خط توصيفه ايه بدايته امتداد الخط ده امتداد الخط ده وانهايته امتداد الخط ده وعلى بعد ديه على بعد مسافة محددة والمسافة دي معروفة عندنا لها واحد ازاي اشغل الكلام ده اولا هنكمل من نفس على نفس الاكسرسايز الماضي اللي هو اكسرسايز خمسة تمانية بيقول لي هنا اعمل turn on لالورث مود ارث مود اهو خليه turn in بعد كده استعمل الجنب باوبجيك سناب هنفعل option اهو اوبجيك سناب هنقول له clear cool الاول وبعد كده هقول له خلي معي اكستنشن بس. وهنشوف ازاي بتشتغل. واقول له اوكي. اه طبعا ما ننساش انها لازم تكون متفعالة. لو انا مش محتاج الديناميك امبوت بقفلة. مش محتاج السناب اه مود بقفله. فقط ده اللي انا محتاجه. بعد كده. بقول له انا عايز ارسم لاي. بيقول لي منين. فمجرد ان انا اعرى في الماوس بتاعي من النقطة دي. يظهر كلمة اكستنشن. ابدأ اتحرك في الاتجاه للشمال كده. اه لمسافة واحد. انا طبعا مش بتحرك مسافة واحد. لا. ومجرد الاتجاه ده كده. انا بكتب له واحد. ده البداية. وانا بشغل ارسو معي. اجي هنا كده لنهاية الخط ده. وايه? اول ما يوصل لي يقول لي ارسو اكستنشن او الزاوية مية وتمانين. بعمل كليك. كده عمل ايه? عمل الخط اللي هو بدايته امتداد الخط ده. ونهايته هو امتداد الخط ده ويبعد مسافة واحد. وطبعا ما ننساش ان احنا نسايف. اه بكده ان احنا نكون انتهينا من اكسرسايز خمسة تسعة. الاكسرسايز الاخير برضو اكسرسايز بسيط وسهل. بنكمل على نفس الاكسرسايز اللي هو اكسرسايز خمسة عشرة. اللي عنوانه يوزينج اوبجيكت سناب تراكينج. اه باجي هنا باطفي كل اللي عندي بخليهم اوف. وبخش هنا كده. وبخش على اوبجيكت سناب سيتينج. وابتاج منها فقط ميت بوينت. هلغي كل حاجة. وشغل ميت بوينت فقط. ممكن اقول كلير او اروحها طالما هي واحدة بس ممكن الغيها اللي كانت الماضية كانت اكسنشن باشغل ميت بوينت. واقول له وكي. الخطوة اللي بعد كده بحتاج كمان ان انا اشغل معايا اوبجيكت سناب تراكينج. اوبجيكت سناب تراكينج بخليها ان. هي اللي بالشكل ده. بعد كده خلاص كده انا متطمن كل شيء تمام. بروح اقول له انا عايز رسم سيرجل. يقول لي منين? يعني بتيدي منين? فانا بقرب من الخط ده هو دايرة توصيفها ايه? دايرة مركزها هو التقاء منتصف الخط ده. ميت بوينت بتاع الخط ده. وميت بوينت بتاع الخط ده. التقطع بتاعهم هو داير. فانا عرب من الخط ده. انا مش مفاعل اوبجيكت سنابس. اعرب منه كده. جاب لي الميت. كتب لي ميت بوينت. وبدأ يظهر. لازم يظهر علامة زائد. بعد كده بروح للخط التاني. بدون ما دون ما الزائد دي تتمسح. لغاية ما تظهر ميت بوينت وعلامة زائد برضو التبان. فباجي كده يمين لغاية ما يتقطع الاتنين. هو دا سنتر بوينت بتاع السيركل. وده باستخدام ايه? باستخدام ايه? باستخدام اوبجيكت سناب تراكينج. واستخدام ميت بوينت. طالما وصلت الوضع ده يقول لي الميت بوينت زائد والميت بوينت متين وسبعين. اعمل كده بدأ يعمل لي الدايرة. ومطلوب مني ان انا احدد الريديس بتاعها هو خمسة عشرين من مية برضو زي اخوتها. طبعا انا ما انساش ان انا اسايف آآ الشغل الجديد اللي انا عملته ده. وبكده اكون انتهيت من خمسة عشرة. ونلقاكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة